في إطار فعلياتها حول الحوار الوطني نظمت تنسقية شباب الحزاب والسياسيين ورشة عمل عن تعميق الصناعة ودعم التصدير والتحديات التي توجه هذا القطع وطرق مواجهتها تناولت الورشة محورة رئيسية منها مؤشرة أداء الصدرات الوطنية وأهم القطعات التصديرية ذات التنافسية العالية وكذلك التحديات التي توجه صناعة فضلا عن أهم معوقات أداء الأعمال ومقترحة دعم وتطوير الصناعة ومقترحة النهوض بصادرات وفرص الاستفادة من اتفاقات التجارات الحراءة بالفعل النهاردة نحن نؤدي في ورشة عمل في تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تعميق الصناعة عن كي رؤيتنا ورؤية جميع المشاركين في المنظومة في تنفيذ توصيات فخامة الرئيس والمؤتمر الاقتصادي يعني بالفعل احنا عندنا دلوقتي على طاولة الحوار عندنا القطاع الخاص والمستثمرين عندنا الجهاز التنفيذي بممثلينه عندنا الغرف التجارية عندنا اتحاد الصناعات عندنا أيضا تمثيل لكل قطاع في الصناعة يعني عندنا تمثيل لقطاع الأثاث تمثيل لقطاع الغسل والنسيج الجلود وهكذا فإذا الجميع على طاولة حوار واحدة الجميع يتحدثون عن التحديات اللي بتقبلهم وفي المقابل لهم اللي بيكلم عن خطة الجهات التنفيذية في التغلب على هذه التحديات المفترض ان احنا نوصل في الآخر لتوصيات موحدة أفقار موحدة احنا محتاجين نعمل ايه بخطوط عريضة بجدول زمني التنصيقية كانت بتطلع بشوية توصيات طلعنا بيها النهاردة على عدد من الصناعات العدد من التركيز على صناعات معينة زي صناعات الغذائية صناعات الأساس صناعات الطبية صناعات الهندسية دي حتى معلوزير ذكرها في مؤتمر الاقتصادي لما يكون فيه تركيز عليها جلسة النهاردة بذات كان بتكلم على التصنيع المحلي وازي نقوي التصنيع المحلي المصري وازي كمان يبقى بعد من قوي التصنيع المحلي المصري نسد الفجوة التنمولية عندنا فيما يتعلق بالوردات نقدر كمان نزود بيء الصادرات المصرية عندنا ميزة تنافسية غير طبعية عندنا سوق مصري فيه 104 مستهلك 104 مليون نسمة ده سوق كبير جدا وسوق واعد عشان كده احنا بنتهافت علينا كل الدول في توريد الأجهزة أو المعدات أو حتى الأغذية أو الملابس